السلام عليكم ازايكم حبيبي عاملين ايه? النهاردة هعمل معكم البطاطس المحشية لحمة مفرومة بطريقة بسيطة جدا وسهلة اول حاجة بجيب البطاطس وبقشرها وببدأ اقورها تأوير عادي اكنا بتقوري كوسة او بتنجان بفضل الوصفة دي البطاطس الحجم الوسط وبحاول اختار البطاطس تكون كلها في نفس الحجم اهم حاجة لازم تغدي بالك منها اول ما تقشر البطاطس لازم تحطيها في طبق في مية او مية بشوية ملح وكمان بعد ما بتقوري البطاطس لازم تحطيها في طبق في مية وده بيحافظ على لون البطاطس وان البطاطس ما تغيرش لونها او تسود منك انا كده خلصت تقوير كمية البطاطس اللي عندي هبدأ اقليها في شوية زيت على النار مش لادم زيت غزير لان انا مش بسوي البطاطس انا مجرد اللي انا بديها لون ده بفاتح حتى مش لادم من كل جوانب والخطوة دي بتساعد ان البطاطس بعد ما تستوي ما تكونش مهرية فهتلاقيها لسه محافظة على قوامها لان في ناس كتير قالوا لي انهم بعد ما البطاطس بتستوي بيكون مهرية منهم وده لانهم مش بيقولوها في الزيت بعد كده ببدأ احشي البطاطس باللحمة المفرومة اقل مع الصجا وانا عصقت البطاطس عصقت اللحمة سوري معاكوا قبل كده في القناة بعد كده ببدأ اروصها كويس في السينية اللي هدخلها الفرن وبحط عليها عصير الطماطم عصير الطماطم عادية خالص ضربها في الخلاط انا عملت اتنين كيلو من البطاطس حطت عليهم كيلو لربع او قزية شوية من الطماطم عصير الطماطم بعد كده برش عليها شوية ملح وشوية فلفل اسمر وبحط عليها قطع من الزبدة انا الزبدة دي مجمدة انت ممكن تحط عليها معلقة من السمنة معلقة كبيرة سمنة بعد كده بتدخليها الفرن على الصاجة من تحت بعد كده لما تغلي بتحطيها في الصاجة اللي في النص وبتسيبها لغاية لما تاخد وشها يبقى دهبي او اللون اللي انت عايزاها غامق شوية فتح شوية براحتك درجة اللون يعني وتتأكدي ان البطاطس استاوت ان انت بتطلعها واحدة وبتشوفيها انها استاوت وبكده خلصت وصفتنا اتمنى انتوا تجربوها وتعجبكم شكرا لكم